موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلبة الصف العاشر الأساسي سنتحدث اليوم عن عدة مواضيع المول، الكتلة المولية، الحجم المولي والنسبة المئوية للمكونات المادة يمثل هذا الشكل عزيز الطالب معدل الكتلة الذرية لنظائر العنصر الموجودة في الطبيعة قلنا سابقاً بأن كتلة الذرة صغيرة جداً جداً وتساءلنا كيف سنتعامل مع هذه الكتلة الصغيرة التي لا يمكن الإحساس بكتلتها وماذا يعني معدل الكتلة الذرية الموضح لكل عنصر في الجدول الدولي ماذا يعني 40.7%؟ ماذا يعني 87.62%؟ وماذا يعني 137.32%؟ لا بد إذن من إيجاد قياس عملي لقياس كتل المواد بحيث تكون الكميات قابلة للقياس ويمكن التعامل أيضاً معها مخبرياً ولذلك نحتاج إلى عدد كافر من الذرات للحصول على كتلة يمكن قياسها بالجرامات برأيك عزيز الطالب ما قيمة هذا العدد؟ لقد تمكن العلماء من قياس كتلة درة الكربون 12 باستخدام جهاز يسمى به جهاز مطياف الكتلة ووجد أن كتلتها تساوي 1.9% ضرب 10 قوة سالب 23 غرام إذن ما عدد الدرات الموجودة في 12 غرام من الكربون 12؟ قلنا بأن كل ذر كربون كتلتها 1.99% ضرب 10 قوة سالب 23 غرام إذن عدد الذرات التي كتلتها 12 غرام باستخدام الضرب التبادلي سيكون عدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون يساوي 26.000 ضرب 10 قوة 23 ذرة وسمي هذا العدد من الذرات بالمول وهو عدد قام بحسابه العالم أميدو أفوغادرو وأطلق عليه اسم عدد أفوغادرو وهو مول من الدقائق يمكن قياس كتلتها في استخدام الموازين والمول هو كمية فيزيائية ووحدة عملية لقياس المادة ولكن ماذا نعني بمول من الدقائق؟ مول من الدقائق يحتوي على 26.000 ضرب 10 قوة 23 من الدقائق سواء كانت الدقائق ذرات أو جزيئات أو أيون مثلاً 1 مول كربون يحتوي على 26.000 ضرب 10 قوة 23 ذرة كربون 1 مول من الـ H2O يحتوي على 26.000 ضرب 10 قوة 23 جزيئات أو 1 مول NACL يحتوي على 26.000 ضرب 10 قوة 23 من الـ NACL وهو في الحالة الصلبة أي بلورات الـ NACL الصلبة وإذا وضعنا الـ NACL في الماء سنحصل على 26.000 ضرب 10 قوة 23 أيون الصوديوم الموجب وأيضاً سنحصل على 6.000 ضرب 10 قوة 23 من أيون لكلوريد السالب تخيل عزيزي الطالب لو تم توزيع مول من القطع النقدية من فئة الدينار على عدد سكان العالم 7 مليار نسمي فإن نصيب كل فرد منهم سيبلغ تقريباً 86.000 مليار دينار إذن هذا الرقم سيكون كبير جداً لذلك فسر عزيزي الطالب لا يصلح التعامل مع عدد أفوكادر إلا مع الذرات ومثيلاتها من الدقائق الصغيرة جداً أحسنت عزيزي الطالب لأن كتلة الذرة ومثيلاتها من الدقائق الصغيرة جداً جداً لذلك سنحتاج إلى هذا العدد حتى نتمكن من قياسها سؤال ما عدد الدرات في 25% مول من الحديد أفئي؟ قلنا بأن 1 مول من الحديد أفئي يحتوي على 6.23 بالألف ضد 10 قوة 23 درات حديد إذن 25% مول من الحديد نلاحظ عزيزي الطالب أن وضعنا المولات تحت المولات ما عدد الدرات هنا؟ بالضرب التبادلي فإن عدد الدرات سيساوي 25% ضرب 6.23 بالألف ضرب 10 قوة 23 ويساوي 1.5 ضرب 10 قوة 23 درات السؤال الثاني ما عدد مولات الكربون في مول واحد من سكر لغلوكوز؟ C6 H12O6 واحد مول من سكر لغلوكوز يحتوي على 6 مول من الأكسجين و12 مول من الهايدروجين و6 مول من الكربون إذن عدد مولات الكربون في هذا المركب هو 6 مول قد تتساءل عزيزي الطالب هل كتلة مول واحد من المواد متساوية؟ دعنا إذن ننفذ نشاط 5 صفحة 38 حيث يمثل هذا الشكل كتل مول واحد من عناصر مختلفة لو تأملت عزيزي الطالب هذا الشكل ستلاحظ أن واحد مول من النحاس يختلف عن واحد مول من المغنيسيوم أي كتلة واحد مول من النحاس مختلفة عن كتلة واحد مول من المغنيسيوم ومختلفة أيضا عن كتلة واحد مول من الكربون وواحد مول من الخارسين وعن كتلة واحد مول من أي عنصر موجود في هذا الشكل وإذا قارنت عزيزي الطالب أن كتلة مول واحد من المغنيسيوم وكتلة مول من الرصاص ستعتقد بأن كتلة مول واحد من الماغنيسيوم أكبر من كتلة مول واحد من الرصاص ولكن حقيقة كتلة مول واحد من الرصاص تساوي 207 غرام بينما كتلة مول واحد من الماغنيسيوم تساوي 24.3 غرام إذن كتلة مول واحد من الرصاص هي الأكبر وبالتالي فإن كتلة درة الرصاص أكبر من كتلة درة الماغنيسيوم بالرجوع إلى الجدول الدوري ما علاقة العدد الكتلي لكل من المغنيسيوم والرصاص بكتلة مول واحد من كل منهما لعلنك لاحظت عزيز الطالب أن العدد الكتلي لكل عنصر في الجدول الدوري يساوي بالمقدار الكتلة المولية للعنصر تقريبا وتسمى كتلة مول واحد من الدرات والجزيئات بي الكتلة المولية وتعتمد كتلة المول للعنصر على حالة العنصر إن كان ذريا أو جزيئيا فمثلا كتلة مول واحد من جزيئات الأكسجين أوتو تساوي 32 غرام فيقال بأن الكتلة المولية لغاز الأكسجين أوتو تساوي 32 غرام لكل مول وأن الكتلة المولية لذرات الأكسجين تساوي 16 غرام لكل مول سؤال كيف نحسب الكتلة المولية وذلك بالاستعانة بالقيم التي أخذناها من الجدول الدوري مثال احسب الكتلة المولية بكربونات الكاسيوم سي اي سي او 3 نقول كتلة الكاسيوم 40 زائد 12 زائد هنا عدد درات الأكسجين 3 وبالتالي نقول 3 ضرب 16 ويساوي 100 غرام لكل مول وهذا يعني أن كتلة مول واحد من كاربونات الكالسيوم تساوي 100 غرام المركب الثاني وهو الشبة الكتلة المولية له للكالسيوم 39 غرام زائد الألمنيوم 27 زائد هنا عدد درات الكبريت 2 وبالتالي نقول 2 ضرب 32 زائد هنا عدد درات الأكسجين 4 ومضروب في 2 إذن عدد درات الأكسجين 8 8 ضرب 16 زائد هنا عدد درات الهايدروجين 2 ومضروب الجزء في 12 إذن 12 ضرب 2 24 ضرب 1 زائد 12 ضرب 16 ويساوي 474 غرام لكل مول المركب الثالث وهو صوت الخبيز NAHCO3 نقوم بحساب الكتلة المولية بنفس الطريقة 23 زائد 1 زائد 12 زائد 3 ضرب 16 ويساوي 84 غرام لكل مول وهذا يعني أن كتلة مول واحد من صوت الغبيز يساوي 84 غرام ما العلاقة بين عدد المولات وكمية المادة للإجابة عن هذا السؤال دعونا معا ننفذ نشاط 6 صفحة 39 إذا علمت عزيز الطالب أن الكتلة المولية لعنصر الكاتسوم تساوي 40 غرام لكل مول احسب عدد المولات فيه رقم 11 غرام كالتسوم رقم 2 3,6 غرام كالتسوم من الكتلة المولية لعنصر الكالتسوم تعني أن 1 مول من عنصر الكالتسوم كتلته 40 غرام من الكتلة المولية لعنصر الكالتسوم هذا يعني أن كتلة مول 1 من عنصر الكالسيوم تساوي 40 غرام إذن كتلة 1 مول من عنصر الكالسيوم 40 غرام إذن ما عدد المولات التي كتلتها 10 غرام بالضرب التبادلي 1 مول ضرب 10 غرام تقسيم 40 غرام سيساوي عدد المولات الغرام مع غرام بتروح إذن عدد المولات هنا ويساوي 25 بالمية مول 2 3.6 بالعشر غرام إذن كما قلنا 1 مول من الكالسيوم كتلته 40 غرام إذن ما عدد المولات التي كتلتها 3.6 بالعشر غرام بنفس الطريقة بالضرب التبادلي 1 مول ضرب 3.6 بالعشر تقسيم 40 غرام إذن هنا غرام مع غرام بتروح وبالتالي 3.6 بالعشر تقسيم 40 غرام ويساوي 9 بالمية مول 5 بالمية لعنك لاحظت عزيزي الطالب بأن هنا 10 هي تعبر عن كتلة المادة والأربعين تعبر عن الكتلة المولية للمادة أيضا هنا 3.6 بالعشر تعبر عن كتلة المادة والأربعين تعبر عن الكتلة المولية وبالتالي ما العلاقة بين عدد المولات وكمية المادة إذن عدد مولات المادة يساوي كتلة المادة بالغرام تقسيم الكتلة المولية بوحدة غرام لكل المول سؤال احسب ما يأتيه أولا عدد المولات في 9.8 بالعشرة غرام H2SO4 إذن عدد المولات نون يساوي كتلة المادة بالغرام تقسيم الكتلة المولية بالغرام لكل مول كتلة المادة هنا 9.8 بالعشر غرام تقسيم الكتلة المولية 4 ضرب 16 زائد 32 زائد 2 ضرب 1 ويساوي 9.8 بالعشر غرام طبعا هذه غرام لكل مول إذن 9.8 بالعشر غرام تقسيم 98 غرام لكل مول الغرام مع الغرام بتروح 9.8 تقسيم 98 وتساوي 10 مول السؤال الثاني احسب الكتلة المولية لحمد الخل إذا علمت بأن كتلة 2.5 فعشر قوي سالب 3 مول منه تساوي 15 بالمئة غرام بنفس القانون الكتلة المولية تساوي الكتلة بالغرام تقسيم نون بالمول عدد المولات الكتلة هنا تساوي 15 بالمئة غرام عدد المولات 2.5 ضرب 10 قوي سالب 3 مول وباستخدام الآلة الحاسبة الكتلة المولية تساوي 60 غرام لكل مول تتكون المركبات من عدة عناصر لكل منها نسبة مئوية معينة في المركب حسب قانون النسب الثابتة الذي تم دراسته سابقا والذي ينص على أن كل مركب كيمياء نقي مهما اختلف الطرق تحضيره أو الحصول عليه فإنه يتكون من نفس العناصر متحدة مع بعضها البعض بنسب مئوية ثابتة فتستغل حسابات هذه النسب في تقدير الجدوى الاقتصادية من الحصول على عنصر ما من مركبات خاماته وللتعرف إلى مفهوم النسبة المئوية لمكونات المادة دعونا أعزاء الطلبة ننفذ نشاط 8 صفحة 42 يستخرج عنصر النحاس من الأرض من خامات كثيرة من أبرزها الأوزورايت ومركبه الرئيس هو CO3 CO3 CO2 OH CO2 بداية أذكر أسماء العناصر الأخرى في الخام بالإضافة إلى عنصر النحاس فيوجد لدينا هنا عنصر الكيربون وعنصر الأكسوجين وعنصر الهايدروجين السؤال الثاني ما عدد مولات النحاس في مول واحد من هذا الخام يحتوي مول واحد من الأوزورايت على ثلاث مول نحاس السؤال الثالث احسب الكتلة المولية لهذا الخام كما تعلمنا عزيز الطالب كيفية حساب الكتلة المولية للمركبات نقوم بحساب هنا الكتلة المولية ثلاثة ضرب 344.5 إغرام لكل مول بإمكانك عزيز الطالب حساب الكتلة المولية باعتبار أن الأكسجين هنا حسابها مرة واحدة فنقول عدد ذرات الأكسجين في هذا الخام 2 ضرب 6 زائد 2 إذن 8 مجموعة عدد ذرات الأكسجين في هذا المركب 8 فنقول 8 ضرب 16 ونقوم بالحسابات وسيكون نفس الجواب 344.5 إغرام لكل مول السؤال الرابع ما كتلة النحاس في مول واحد من هذا الخام قلنا بأنه يوجد لدينا هنا في هذا الخام 3 مول من النحاس وبالتالي فإن كتلة النحاس تساوي 3 ضرب 63.5 وتساوي 119.5 إغرام السؤال الخامس ما النسبة بين كتلة النحاس في مول واحد من مركب الخام إلى مول واحد من هذا المركب نقول بأن كتلة النحاس هنا 190.5 تقسيم الكتلة المولية التي قمنا بحسابها 344.5 وباستخدام الآلة الحاسبة فإن كتلة النحاس إلى كتلة مول واحد من هذا المركب تساوي 553 بالألف غرام إذن ما النسبة المئوية للنحاس في هذا المركب أن نقول 553 بالألف ضرب 100 بالمئة ويساوي 55.3 بالعشرة نسبة مئوية كيف نحسب نسبة العنصر في إحدى مركبات خاماته أو في عينة ما؟ يمكن ذلك عن طريق النسبة المئوية للعنصر في المركب وتساوي كتلة العنصر المولية ضرب عدد ذراته في المركب تقسيم كتلة المركب المولية ضرب 100 بالمئة أو يمكن حساب النسبة المئوية للعنصر في عينة ما وتساوي كتلة العنصر تقسيم كتلة العينة ضرب 100 بالمئة سؤال من جمان لخامات الحديد؟ يحوي الأول على حام السيدرايت الذي صيغته FeCO3 ويحوي الثاني على حام الهيماتايت Fe2O3 فإذا أراد مستثمر أن يستخلص الحديد من أحدهما فأي من جمان تنصحه باختياره بعد دراسة الجدول الاقتصادية؟ حتى نستطيع أن نعرف أي من جمان هو الأجدى اقتصادياً علينا أن نقوم بحساب نسبة الحديد في كل من الخامات الآتية بداية نسبة الحديد في المنجم الأول والذي يحتوي على خام السيدرايت FeCO3 يساوي كما في القانون الذي تم الحديث عنه منذ قليل هنا كتلة الحديد 56 ضرب عدد دراته في هذا المركب 1 تقسيم الكتلة المولية لهذا المركب 3 ضرب 16 زائد 12 زائد 56 ضرب 100% إذن 56 تقسيم 116 ضرب 100% وباستقدام الآلة الحاسبة فإن نسبة الحديد في هذا الخام ستساوي 48.3% الآن سنحسب نسبة الحديد في المنجم الثاني والذي يحتوي على خام الهيماتايت Fe203 بالنفس الطريقة هنا كتلة الحديد 56 عدد درات الحديد في هذا المركب يساوي 200% تقسيم الكتلة المولية لهذا المركب 3 ضرب 16 زائد 2 ضرب 56 ضرب 100% 112 تقسيم 160 ضرب 100% باستخدام الآلة الحاسبة فإن نسبة الحديد في المنجم الثاني ستساوي 70% والآن ما رأيك عزيز الطالب أي المنجمين تنصح المستثمر باختياره بعد دراسة الجدوى الاقتصادية أحسنت عزيز الطالب الخام الثاني وهو الهيماتايت حيث أن نسبة الحديد في هذا الخام هي الأعلى في الشكل المجاور كما تشاهد عزيز الطالب ثلاثة أسطوانات تحتوي كل منها على مول واحد من الغازات الآتية ثاني أكسيد الكربون الأكسوجين والهيميوم هذه الغازات محصورة باستخدام مكبس حر الحركة عند درجة حرارة صفر سيليسيوس تأمل عزيز الطالب هذا الشكل ثم أجب عن الأسئلة الآتية كما تشاهد هنا عزيز الطالب فإن هذه الغازات الثلاثة عبارة عن واحد مول ولكن الغازات مختلفة كم تصبح كتل هذه الغازات إذا تحرك المكبس لأعلى أو لأسفل مع بقاء درجة الحرارة ثابتة في كل منهما بما أن هنا عدد المولات ثابت في كل من الغازات الثلاث إذن كتلة هذه الغازات ستبقى ثابتة والذي تغير بالنسبة للغاز مع تحريك المكبس هو فقط الحجم والمؤثر الذي سبب تغير حجم الغاز هو الضغط الواقع عليه إذن عزيز الطالب ما حجم مول واحد من الغازات الصادقة عند نفس الظروف؟ إذا أثرنا على هذه الغازات الثلاثة بظروف معينة من الضغط ودرجة الحرارة سنلاحظ أن هذه الغازات الثلاثة ستشغل نفس الحجم حيث يتواجد في الطبيعة الكثير من العناصر والمواد في الحالة الغازية فكتلة الغاز وعدد مولاته ليس لها حجم ثابت إنما حجمها يعتمد فقط على درجة الحرارة والضغط الواقع عليها ولهذا فاستنح العلماء على وجود ظروف موحدة للتعامل مع حسابات الغازات سميت هذه الظروف بالظروف المعيارية أو القياسية STB وهي تساوي واحد ضغط جوي وصفر درجة سيليسيوس حيث يشغل مول واحد من أي غاز في الظروف المعيارية من الضغط ودرجة الحرارة حجما مقداره 22.4 لتر وسمي هذا الحجم بالحجم المولي تأمل عزيز الطالب هذا الشكل فكما تشاهد هنا واحد مول من غاز الأمونيا وواحد مول من غاز ثاني أكسير الكربون وواحد مول من غاز الإكسجين هذه الغازات الثلاثة تحتوي نفس عدد المولات وأيضا لها نفس الحجم المولي والذي يساوي 22.4 لتر ولكن هنا عند نقصان هنا عدد المولات إلى النصف عندما أصبح لدينا نصف مول من غاز الأكسجين أيضا سيقل حجم المولي لهذا غاز إلى النصف بحيث يصبح 22.4 تقسيم 2 وأيضا في الغاز ثاني أكسير الكربون إذا ضعفنا هنا عدد المولات من واحد إلى اثنين سنلاحظ هنا أن الحجم المولي سيتضاعف بحيث يصبح 22.4 لتر ضرب 2 وفي غاز الأمونيا إذا ضعفنا هنا عدد المولات إلى ثلاث مول سنلاحظ أن الحجم المولي سيتضاعف ثلاثة مرات وبالتالي سيصبح حجم الغاز هنا ثلاث ضرب 22.4 لتر إذن حجم الغاز في الظروف المعيارية يعطى بالعلاقة الآتية حجم الغاز يساوي نون عدد المولات ضرب الحجم المولي إذن حجم الغاز يساوي في الظروف المعيارية نون ضرب 22.4 لتر لكل مول أسئلة السؤال الأول احسب عزيزي الطالب الحجم الذي يشغله مول واحد من غاز النيتروجين في الظروف المعيارية قلنا بأن حجم واحد مول من أي غاز في الظروف المعيارية يساوي 22.4 لتر إذن ما حجم 5 مول من غاز النيتروجين في الظروف المعيارية بالضرب التبادلي حجم غاز النيتروجين في الظروف المعيارية سيساوي 5 ضرب 22.4 لتر ويساوي 112 لتر بإمكانك عزيزي الطالب استخدام العلاقة السابقة وهي حجم الغاز يساوي عدد المولات ضرب الحجم المولي وستحصل على نفس الجواب وهو 112 لتر السؤال الثاني احسب كتلة غاز الهيدروجين في استوان حجمها 10 لتر في الظروف المعيارية كما قلنا أعزاء الطلبة فإن حجم واحد مول من أي غاز في الظروف المعيارية يساوي 22.4 لتر إذن ما عدد المولات التي حجمها 10 لتر في الظروف المعيارية؟ بالضرب التبادلي فإن عدد المولات سيساوي 10 تقسيم 22.4 لتر وسيساوي 446 بالألف مول الآن لحساب كتلة الغاز نقول كتلة الغاز ستساوي بما أنه عدد المولات يساوي كتلة المادة تقسيم الكتلة المولية فإن كتلة الغاز ستساوي عدد المولات ضرب الكتلة المولية عدد المولات هنا 446 بالألف ضرب الكتلة المولية لغاز الهيدروجين 2 غرام لكل مول إذن 446 بالألف ضرب 2 ويساوي 892 بالألف غرام المهمة المطلوبة منك عزيز الطالب تأمل الشكل المجاور الذي يبين مولا واحدا من بعض المواد الكيميائية وحدد ما يلزمك من الأدوات لتحضير ما يأتي أولا نص مول من سكر المائدة C12H22O11 ثانيا 25% مول من ملح الطعام NACL ثالثا 1 مول من الماء H2O بإمكانك عزيز الطالب الاطلاع إلى سلم التقدير الذي من خلاله سيقيم المعلم أداءك في هذه المهمة من حيث الإلمان بالإطار النظري بعد إجراء الحسابات الصحيحة اللازمة وتفسير خطوات التحضير أيضا معرفة الأدوات المستخدمة والالتزام بالوقت شكرا لكم أعزائي الطلبة على مشاهدتكم أتمنى لكم الفائدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر